السلام عليكم ذهبت إلى العمل بسيارتي I went to work with my car ذهب went to ضمير المتكلم أنا I to في العربية الفصحة نضع التو ضمير المتكلم إلى to العمل عمل work العمل عمل work L ليست ممثلة في هذه الجملة فكلمة ذا ليست موجودة هنا مع work عمل فال في العربية نستعملها وهنا غير مستعملة بسيارتي be with وأحيانا نستعملها في العربية بمعنى buy ففي الإنجليزية هي بمعنى with أو buy سيارة بسيارة سيارة سيارة car سيارة car ti سيارتي سيارتي بسيارتي with my car بسيارتي with my car الآن الألوان متماثلة في الجملتين فهذه هنا ضمير الملكية الياء my فmy تقابل ضمير الملكية في العربية الياء my ذهبت إلى العمل بسيارتي I went to work with my car هنا هذه ضمائر الفاعل في العربية تَ تُمَا تُمْ تِ تُمَا تُن الآل المثنى ذهبا ذهبوا والواو هنا هذه التاء ليست ضميرا في العربية تاء التأنيث الساكنة ليست ضميرا في العربية ولكن في الإنجليزية يستعملون كلمة شي ففي الإنجليزية she هي ضمير الفاعل هي فهذه هنا هي ضمائر الفاعل وما يقابلها في الإنجليزية I تو we نا he هو it في الإنجليزية هناك الـ it وهي تعني هو أو هي فليس في العربية ما يقابل it في الإنجليزية تَ يُ تُمَا يُ تم يُ تِ يُ تُمَا يُ تُن يُ آ ذي و ذي ت إت شي تا ذي أن أو نا نون النسوة ذي لا مثنى في الإنجليزية فإذا أردت التثنية استعمل both مع الضمير باللون الأسود هنا هذه هي ضمائر الملكية مع الأسماء فالياء هنا هي ضمير الملكية my بسيارتي في العربية الفصحى هذه هي ضمائر الملكية مع الأسماء وهي ضمائر المفعول به مع الأفعال فالضمائر هي نفسها مع الأفعال والأسماء ولكن معناها يختلف أما في الإنجليزية فهي تختلف فهذه هنا باللون الأسود هي ضمائر الملكية وباللون الأحمر ضمائر المفعول به وتستطيع مقابلتها هنا مع ضمائر العربية الآن هذه الأرقام هنا تقابل هذه الأرقام هنا فإذا أردت أن تغير في هذه الجملة استعمل هذه القائمة كدليل فغير ضمائر الفاعل والملكية في الجملة العربية وقابلها بضمائر الفاعل والملكية في الجملة الإنجليزية فإذا أردت أن تقول سيارتهم تقول ذهبت إلى العمل بسيارتهم فهذا هنا هو الضمير فهذا هنا هو الضمير فتستعمل هذا اللون الأحمر هنا من هذه القائمة فتقول فبدل أن تستعمل لأنك استعملت هنا هنا تقول فتقول الآن في العربية إما نقول بحسب حركة الحرف قبل اله وفي هذه الحالة نقول هم سيارتهم إذا كانت ضمة أو فتحة نقول هم طبعا الهاء للمفرد المؤنثة لا تتغير حركتها لم أستعمل التثنية هنا في الإنجليزية وقد نستعملها في المستقبل إن شاء الله الآن لتبني جملا جديدة من هذه الجملة استعمل هذه القوائم فهنا عندك ضمائر الفاعل وهنا ضمائر الملكية الآن باللون الأحمر هنا المفعول به مع الأفعال فيختلف الضمير المستعمل مع الفعل عن الضمير المستعمل للملكية فإذا قلت أعطيته تقول I gave him gave أعطى I I gave أعطيت him أعطيته هو هو لاحظ him هو فهذه هنا باللون الأحمر هي الضمائر مع الأفعال فإذا أردت أن تقول أعطيته كتابه بالإنجليزية تقول I gave him his book كتابه his book فلاحظ هنا بالأسود his book وبالأحمر him gave him I gave him أعطيته وتقول أيضا أعطيتهم I gave them their book كتابهم إذا أردت أن تقول أعطيتهم أعطيتهم كتابهم لاحظ هنا الضمير her فتقول her book كتابها أو أعطيتها كتابها I gave her her book استعمل it هنا بالأحمر للفاعل والمفعول به وللملكية استعمل its وسنرى مثالا على ذلك بعد قليل إن شاء الله فاستعمل هذه الضمائر لصياغة جمل مختلفة من هذه الجملة فإذا أردت أن تغير ضمائر الملكية فقط تقول I went to work with his car I went to work with her car I went to work with our car I went to work with their car I went to work with your car وهكذا فاستعمل هذه الضمائر الآن لاحظ الأرقام باللون الأخضر هنا وهنا فاقترح عليك استعمال ضميرين مع نفس الرقم فيكون من ذهب إلى العمل مالك السيارة فهذه الجملة هنا هي الرقم واحد I went to work with my car ذهبت إلى العمل بسيارتي للرقم أربعة عشر He went to work with his car ذهب إلى العمل بسيارته وللرقم أحد عشر ذهبت إلى العمل بسيارتها She went to work with her car وهكذا ثم بعد ذلك تغير الضمائر حسب ما تريد الآن سنرى قوائم بضمائر الفاعل والملكية في الإنجليزية بدون هذا التفصيل بالأحمر هنا ضمائر الفاعل وبالأسود هنا ضمائر الملكية My Our His Her Your Their Its لمزيد من التفصيل فيها أدرس هذه القائمة هنا ضمائر الفاعل I We He She They You It وهنا ما يقابلها من الضمائر المفصولة في العربية أنا نحن هو هي هم أنت هو أو هي فليس هناك مثنى في العراء في الإنجليزية الآن هذه هي ضمائر المفعول به Me Us Him Here You Them لاحظ هذه الضمائر هنا هذه مع الأفعال وانتبه إلى اليو فهي تستعمل كفاعل هنا ومفعول به هنا في هذه الجملة هنا استعملت الإت بدل الها فإذا أردت أن تقول أنك أعطيت القطة حليبها تقول أعطيتها حليبها I gave it its milk فاستعمل إت مع الفاعل أو المفعول به إذا كان حيوانا أو جمادا وكان مفردا مذكرا أو مؤنثا فهنا من يسمعك يعرف عن ماذا تتحدث فتقول I gave it I أنا give أعطى في الماضي مع الآي أعطيت إت وهي الها في أعطيتها لاحظ الضمائر هنا في العربية أعطى يعني هو تو يعني أنا أعطيت ها ضمير القطة فهذه الإت هي ضمير القطة فتقول I gave it أعطيتها I gave it أعطيتها أعطيتها حليبها I gave it its milk حليبها its milk milk يعني حليب ولاحظ في العربية نفس الضمير للمفعول به وللملكية في الإنجليزية للحيوان أو الجماد للملكية تقول its I gave it its milk cat يعني قطة في الإنجليزية في المستقبل إن شاء الله سنستعمل جملا أخرى مع ضمائر مختلفة فتستطيع العودة إلى هذا الفيديو لدراسة هذه الضمائر متى شئت الآن سنرى بعض القوائم لهذه الضمائر في العربية والإنجليزية الأعجاب والاشتراك وطلب التنمية لائك سبسكرايب ومشاكل لإنجليزية يساعد في الوصول إلى عدد أكبر من الناس شكرا جزيلا سنرى بعض القوائم سنرى بعض القوائم من الناس شكرا جزيلا شكرا جزيلا هما هم they أو they بالبتاء الصغيرة هنا they هم هي she هما they أو they both هن they أنت you أنتما you both أو you أنتم you أنت you أنتما you both أو you أنتنا you أنا I نحن we هو كتب he wrote هما كتب they both wrote أو they wrote هم كتب they wrote هي كتبت she wrote هما كتبت they wrote they they both wrote هما كتبت they wrote هن كتب هن كتب they wrote you wrote أنتم أنتم كتبتم you wrote أنت كتبت you wrote أنتما كتبتما you wrote أو you both wrote أنتن كتبتن you wrote أنا كتبت I wrote نحن كتب we wrote الآن لا يوجد في العربية كلمة تقابل كلمة it فتستعمل للجماد والحيوان في الإنجليزية لتقابل هو وهي في العربية it wrote هو كتب أو هي كتبت it wrote كتابه his book كتابهما the book of both of them or their book أو their book كتابهم their book كتابها hair book كتابهما the book of both of them أو their book كتابهما كتابهن their book كتابك your book كتابنا Our book Its book كتابه أو كتابها إذا كنت تتحدث عن جماد أو حيوان مفرد مذكرا كان أو مؤنثا تقول Its book كتابه أو كتابها هو يكتب He writes أو is writing He is writing أو he writes هما يكتبان They both write أو They both are writing أو they write أو they are writing فتستعملوا they both أو they write أو are writing هما يكتبان هم يكتبون They are writing أو they write هي تكتبوا She writes أو she is writing هما يكتبان هما يكتبان They write أو they are writing أو they both write أو they both are writing هن يكتبان They write They write أو they are writing هم يكتبون هم يكتبون هم يكتبون أنت تكتبوا You write أو you are writing أو you both write أو you both are writing أنتم تكتبون You write أو you are writing أنت تكتبين You write أو you are writing أنتما تكتبان أنتما تكتبان نحن نكتبوا We write أو we are writing مع الإت أو مع يكتبوا وتكتبوا هي تكتبوا وهو يكتبوا للجماد أو الحيوان تقول it writes أو it is writing الآن البي هذا الفعل لا نستعمله بنفس الطريقة التي نستعمله فيها في العربية ولكنه يقابل في المعنى كلمة كائن أو يكون فإذا قلت he is in the house فكأنك تقول في العربية هو كائن في البيت ولكننا في العربية لا نقول هو كائن في البيت فهي مفهومة ولكنها ليست ملفوظة فهذه الألفاظ is am are هي أشكال مختلفة لنفس الفعل ب بمعنى أن يكون أو كائن فالإز تستعمل مع اله he is writing مع الش she is writing ومع الـ it it is writing الآن تستعمل مع I I am writing والآر تستعمل مع we are writing أو they are writing أو you are writing فن فنقول هنا we are they are you are فبي هي بمعنى يكون فإذا أردت أن تقول سيكون في البيت تقول he will be in the house وإذا أردت أن تقول هو كائن في البيت تستعمل is أو am أو are حسب الضمير الذي يناسبها شكرا على الاستماع السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر